قال الدكتور وليد المانع الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة إن مجمع السلمانية الطبي لا يزال يعاني من الازدحام ليس بسبب ضيق منشآته بقدر ما لقلة الوعي عند الكثير من الجمهور حال توجههم إلى المستشفى المانع أكد في تصريحه إلى مركز الأخبار أن مستشفى السلمانية اتبع سياسات عديدة من شأنها تقليل الازدحام مثل استحداث مركز لعلاج مرضى السيكلر والتوجه إلى العلاج اليومي بدلا من العلاج المطول سلماني صار علي توسعات على عدة مراحل الازدحام في مجمع السلمين ما زال موجود حال ما نسوي عامة زيادات في قضية الاستيعاب أو بالنسبة حق الأسرة طبعا سلماني ما تغير فيه الأسرة بكثرة الآن في الفترة خلال سنة وسنتين لأنه كان تركيز على أعطاء عامة اللي هي الوعي حق الناس أكثر في نفس الوقت مثلا زيدنا قاعة الطوارئ زيدنا مثلا استحداث المركز اللي هو لعلاج مرضى السيكلر أو فقد دم المنجلي التوجه أكثر للعلاج اليومي بدلا لعلاج أن يكون الشخص يتم في المستشفى مدة طويلة فهذه فعلا هي قلت زيدت من استيعاب المستشفى لخدمات أكبر تضاعفنا بشكل كبير ولكن لما يكون الزحمة وليس يكون سببها أن المستشفى لا يستوعب ولكن الزحمة لها سبب كبير في وعي الناس لإستخدام هذا المكان ما زلنا إحنا الحين متشفين زحمة على الطوارئ لما تروحين شخصين الطوارئ وسوين تصنيف لهم نشوف ما زلنا إلى الحد الآن 50% من الناس توجهون للطوارئ مو أحتاجون إلى الطوارئ يحتاجون إلى الزكام شوية صداع شوية مشاكل اجتماعية تيدينا موجودة داخل المستشفى ونتعمل معها فهي تخلق زحمة للناس اللي يحتاجونها في الأصل شوية صدقات